مرحبا بكم الناس الكل في كوجينت مليا ان شاء الله تكونوا لباس وبخير اصحابي و احبابي اليوم باش نقتراح عليكم وصفة خبز محشي في قمة الروعة وصفة خفيفة ذريفة ويحبوها لكبار وصغر المكونات متاحها موجودة في كل دار الوصفة هذيه في متناول الجميع الحقيقة وما تتكلفش وما تطلبش ووقت كبير باش نحاضرها اي نشوفوا اشنا ويلزمنا لهنا اخذيت قصعة حتيت فيها مغرفة سكر مغرفة ملح حتيت خميرة حلويات خميرة خبز شتاير كيس خل شتاير كيس مائدة وعنا جبن توابع وعنا كعبات يغرط وبتبيعة عنا الفارينة الماء مانيش مش نستعملوا كمية كبيرة مقدار كيس ونص ما اكثرش به الحشو متاع الوصفة هذيه راهو تحضروه كيم تحبو انتم متشتهوه المهم والاهم لعجينا تكون ناجحة باش وصفتكم تجيكم ابنينا نتبعوني خطوه خطوه ومتبعدوش بعيد باش نعطيكم عدة نسائح مفيدة باش الخبز متاعكم يجيكم مخفيف وظريف كيما ريتوه في الفيديو انا اليوم لحقيقة باش نخدم كمية كبيرة متاع خبز العائلة ملمومة انتم اذا كان باش تاخدموا كمية صغيرة تقسموا المكونيات راهو مش بالضرورة باش تحطوا اربع كعبات يغرط على كيلو فارينة نجموا تاخدوا رطايا الفارينة وتاخدموا الخبز متاعكم لحنا هاكم ريتو خليط قصعة كبيرة باش نبدأ نخدم على راحتي حطيت فيها اجبن حطيت فيها زو السشيات خميرة حلويت زو السشيات خميرة خبز مغرفة صغيرة متاع ملح مغرفة كبيرة متاع سكر شطير كيس خل شطير كيس زيت مائدة وتنجموا تحطوا زيت زيتونة مثلا حتى مشكلة واربع تعبات يغرط هذوما هما المش يحكموا في الفارينة النجم نحط كيلو النجم نحط اقل النجم نزيد مبعد الفارينة فيهي وقت لتخلطوا المكونات هذوكم هذوكم هما ليحكموا في الفارينة الخبز هذي وقت نعجنوه يزمو يكون مهوش يابس يزمو يكون يتلسق في اليد خطرا بعد باش نحلوه بالفارينة إذا كان نعملوه يابس ملول راهو إذا كان حاطينا له الفارينة بعد باش يجينا نشف ويجي شايح ومهوش مزيين ومهوش ابنين فهي العجينة راهي هي الكل في الوصفة هذيه بعد ما خلط المكونات مع بعضها راهو باش نزيد الكيس امتاع الماء مانيش مش نحط كمية كبيرة إذا كان اسحقينا راهو باش نزيدهم بعد ونحط الفارينة ونبدأ نخلط فاك المكونات وكلها مع بعض حتى نتحصل على عجينة وفي نفس الوقت نحكي لكم كيفيش حضرت الحشو متاع الخبز اخطر اذا كان لديكم كيفيش حضرت لفخص لحقيقة الفيديو باش يجي طويل برشة اخذيت رسين بصل قصيتهم مرسوة صغار حتيتهم في الطنجرة زيت مائدة زيت مائدة زيت عليهم 200 جرام الحمى فروم حتيت مقدار 4 مغارف طماطم معجونة مغارفة هريسة حتيت لفاح اللي مستنسى نستعمل فيه تابلو كرويو فلفل اكحل سكين جبير مغارفة متعثوم مرحي وبدأت نقلي فاكل مكونات مليح مليح بعد زيت مقدار 4 مغارف ماء وقصيت الفلفل اخضر وفلفل احمر وربطه معدنوس مرسوة صغار زيتهم لك الخليط هذيجا وبدأت نقلي فاكل لفخص بشوية بشوية على نار مهينة حتي لك الفخص هذي كان نشفت من ماء كما تعرفوا البصل يسيب الماء المعدنوس يسيب الماء والحم المفروم يسيب الماء يلزم الحشو متاع الخبز يكون ناشف ما يكونش جاري يكونش ليكيد بش نبدو متفاهمين وصمتك عباة عظم قصيتهم مرسوة صغار وزيتهم للفخص هذي هي انتم تنجمو تحشو الخبز متاعكم بطن بجبن بالحم المفروم بالحمد جيج مفروم يعني تحطوا فيه شنو انتم اللي تحبوه وتشتهوه وكل قدير وقدرو ريتو عليش قلتلكم العجينة يزومها تتلسق في اليد على خاطر نحطوا عليها كمية لبيس بيها متاع فارينة انا استعملت للعجينة كيلو فارينة ومن بعد استعملت مقدار 200 وإلا 300 جرام متاع فارينة يعني حليت بها هكا الخبز هذيك بش تقروا احسابكم العجينة يلزمها تكون قطرية بش الخبز متاعكم يجيكم مخفيف اذا كان عملتوا العجينة يابسة راهو الخبز متاعكم يجيكم مية بس ويجيكم ارزين بش نبدو متفاهمين هنا قصيت اللي خبزات متاعي لحسب الرغبة انتم اذا كانت تحبوا تحضروا خبزات كبار نجموا تكبروا في العجينة اذا كانت تحبوهم متوسطين تحضروا بالطريقة اللي تروا فيها في الفيديو العجينة وماذا بيكم حلوها بالقلقة وهو يعاونكم برشا وديما استعملوا الفارينة ما تقلقوش حطوا الفارينة المكسيموم باش العجينة تتحللكم بسهولة هذيك عليش نرجع نقول لكم العجينة يزا ما هتكون اطريقة باش وقت اللي تبدو تخدموا فيها على راحتكم وحطان الفارينة هذيك يخلي من بعد الخبز يجي شوش يجي يذوب في الفم اهي لهنا باش نحط الفخص متاعي البيض هذيك يعطي منظر مزيين ياسر في الخبز من بعد وقت اللي يتيب جربوها الوصفة هذي وبقدرة الله تدعيو لي بالخير لهنا نقطة مهمة برشا في الوصفة تسكير العجينة راهو عندو دور كبير يزمكم العجينة وقت اللي تحطوا الحشو تلحموها كما يلزم مغير ماء كصوص تخرج البره وتمسخوا العجينة باش المنظر بتاع الخبز يجي مزيين الطريقة اللي تحطوا بها الخبز يعني اكد تسكير هذيك اللي سكرنا به العجينة هو اللي يجي من اللوتا ليجيش من فوق به لهنا بش مريكم كيفياش نحضروا باقيت صغيرونا باقيت فاقسي راهو العجينة انتم تتحكموا فيها تفصلوا الخبز متاعكم كما تحبوا انتم وتشتهوه باقيت صغيرونا ليش نوريكم كيفياش نحضروا ميني باقيت طريقة مزيانة برشا ويحبها الصغيرات خاصة هك مريت وكيفياش حطيت الحشو طيو باش نسكر اكل شتر العجينة بالطريقة اللي تراو فيها في الفيديو يجب ان تسكروا العجينة مليح مليح كما يلزم خاصة على الجناب بعد ناخذ رلو هذائق اللي شرشف العجينة إذا كان متوفر عندكم إذا كان ما ثم ماش بالسكينة تشرشفوا العجينة والباقيت متاعاتكم تجيكم مزيان لهنا طريقة أخرى الطريقة ذي يحبوها الكبار ناخذ الحشو نعمل كإننا دورة بعد نزيد الجبن ونحط كعيبة البيض في الوسط فنسكروا العجينة كما سكرنا العجينة الأخرى طريقة مزيانة برشا والحقيقة تصلح خاصة في شهر رمضان البريل تعوذنا كعيبة البريك مع صحيفة شربة سليتة فيها البركة سوف تصحيفة اخبيزيت خليتهم يرتاحوا مدة خمس تاشن دقيقة خطر الحل سخون اذا كان الطقس بارد سنصيف ساعة على قلب بعد اخذت الصحيفة اضافة من المصبق من الفرجدير نضيف المكونات مليح ونضيف المكونات للمكونات نضيف حميزين على الطاولة نضيف ججلين وزرعة الشيا نضيف الزرعة نضيف زراعة الزرعة ثاني حاجة المنظر متاع الخبز يجيكم مزيان وقتل تدهنوه بالطريقة اللي تراو فيها في الفيديو خبزة حضر ما شاء الله الله وحد ريح توفيوها في الدار نودكم ولنشاهيكم خبز مزيان برشا خبز يستحق باش تجربوه وصفة في قمة الروعة وفي متناول الجميع اصحابي وحبيبي ان شاء الله ما طولتش عليكم ان شاء الله الوصفة نالت اعجابكم ان شاء الله جربوها وانتم ملمومين مع العائلة ولا اصحاب ولا احباب اذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة اذا كان كنتم مش مشتركين تفعيل الجرس وهذا فضلا وليس امر اذا كان تحبوا تتصلوا بيا على الانستجرام فيسبوك تيك توك راهو كويزين مالية بصدر رحب نجوبكم على اي سؤال تسالوا ما يبقى لي كان نقولكم تبقاوا على خير وفي امان الله والى لقاء وان شاء الله نتقابلوا في وصفة مع احسن وخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة